معلومات خفيفة عن جائزة الأوسكار تعتبر جائزة الأوسكار التكريم الأمثل الذي يطمح إليه كل فنان وعامل في مجال صناعة السينما وكل عام تأتي جائز الأوسكار بالعديد من المفاجآت وكذلك الصدمات وفي حلقة اليوم سنعرض بعض الحقائق والمعلومات حول جائزة الأوسكار تابعونا إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو تايتوم أونيل هي أصغر شخص فاز بجائزة أوسكار حيث حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة لدورها في فيلم بيبر مون عام 1973 عندما كان عمرها عشر سنوات فقط الممثل الكندي كروستوفر بلامر يعد أكبر الحاصلين على جائزة الأوسكار حيث حصل عليها وعمره 82 عاماً كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم بيجنورز عام 2010 فازت كاثرين بيجلو بجائزة أفضل مخرجة عام 2009 لتصبح أول إمرأة تحصل على اللقب تعد إيطاليا من أكثر البلاد فوزاً بجائزة أفضل فيلم أجنبي بعدد عشر جائز يعد فيلم الأب الروحي الجزء الثاني الجزء الثاني الوحيد من فيلم يتواجب الأوسكار كأفضل فيلم تعد أفلام تايتانيك The Lord of the Rings The Return of the King من أشهر الأفلام الحائزة على جوائز أوسكار وكل منها فاز بأحد عشر جائزة فاز الكل من هيث لتجر وبيتر فنش بجوائز أوسكار بعد وفاتهما روبرتو دونيرو ومارلون براندو هما الممثلان الوحيدان في التاريخ الذان يفوزان بأوسكار عن دورهم لأداء نفس الشخصية وهي شخصية فيتو كورليوني من فيلم Good Father الجزء الأول عام 1972 وجوز الثاني عام 1974 عام 1977 تم ترشيح سلفستر سكالون للفوز بجائزة أوسكار عن أدائه لدور روكي بادبوا لكنه خسر ولم يفوز بالجائزة بعد 39 عاما تم ترشيحه مرة أخرى للفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد لأدائه نفس الشخصية لكنه أيضا خسر روشي حوال ديزني لجائزة الأوسكار 59 مرة وفاز بـ 22 منها بالإضافة إلى أربع جوائس فخرية لعبة ماكي سميث دور ممثلة تفشل في الحصول على أوسكار في فيلم جناح كاليفورنيا لتفوز بالأوسكار عن هذا الدور في عام 1978 تم تقديم الجائزة لأول مرة عام 1929 للممثل إيميل جاندينس تذكر أول حفل توزيع الأوسكار كان سعرها 5 دولار فقط في عام 1929 المؤلف الموسيقي جون ويليامز هو أكثر من تم ترشيحه لجائزة الأوسكار بـ 49 ترشيح حيث فاز بالجائزة خمس مرات تمثال الأوسكار ملك لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة والفائزين الذين يرغبون ببيع تمثالهم تقوم الأكاديمية بشرائه منهم مقامل مبلغ 1 دولار وهنا نسل لختام حلقتنا اليوم نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها ولا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير